اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفندقي معنا ساعة جديدة من ساعات التعليم الفني ومدتنا النهاردة مادة القواعد الامنية للصف الثالث السنوي الفندقي اتكلمنا في الحلقتين اللي قبل كده عن بداية مادة القواعد الامنية واتكلمنا عن تأثير الخطر الناتج عن نشاط الارهابي في اقتصاد الدولة اتكلمنا على اهمية العمل الامني في المجال السياحي والفندقي اتكلمنا عن تعريف الامن وزي الامن بيتطبق وعرفنا الخصائص والموصفات اللي لازم تتوفر في عناصر الامن اتكلمنا ايه الاشياء المهمة اللي انا لازم ادرب عليها عناصر الامن واتكلمت كمان عن اهم المشاكل اللي بتوجهني في عناصر الامن اتكلمت كمان بعد كده عن موقع الفندق وتأثير وطبعا على تأمين الفندق واتكلمت عن ايه الاهم التجهيزات والموصفات اللي لازم تتوفر في الاسوار وفي البوابات وفي المداخل الخاصة بالفندق اتكلمت كمان عن الإجراءات اللي واجب اتباحها طبعا بيتباحها مدير الأمن ومساعدين لتأمين المبنى الفندق والمناطق العامة واتكلمت عن تأمين مبنى الفندق والمناطق العامة واتكلمت فيه عن تأمين غرف النزلاء اتكلمت عن تأمين المطاعم والملاهي الليلية اتكلمت كمان عن تأمين المحال والأسواق الداخلية اتكلمت عن تأمين دور العرض السلمائي وتأمين مناطق حمام السباحة وتأمين الصلاة الرياضية والإزباع وعرفنا في كل واحدة منها إيه الإجراءات اللي لازم إن احنا نعملها أو سواء مدير الأمن ومساعدين أو الناس حتى إليها شغالة في الأماكن ديت إن هم إزاي يساعدوا لتأمين مبنى الفندق وتأمين النزلاء والمترددين والعاملين على الفندق هنكمل تأمين مبنى الفندق والمناطق العامة وهنتكلم النهاردة عن تأمين مناطق الخدمات ولما نتكلم عن تأمين مناطق الخدمات هنتكلم عن تأمين المطبخ، تأمين غرفة الكهرباء وتأمين مخازن الوقود طيب تعالوا مع بعض كده نشوف تأمين مناطق العامة وناخد أول نقطة فيها وهي تأمين المطبخ تأمين المطبخ وملحقاته طبعا لازم إن أنا أأمن المطبخ اللي بيتم فيه إعداد الطعام الخاص بالنزلاء المطبخ ده من أهم الأماكن اللي هي ممكن تكون سبب في نقل العدوى والأمراض لنزلاء اللي عندي فلازم إن أنا عشان أأمن المطبخ، لازم أأمن أعمل إيه؟ لازم أولا دقة في انتقاء الأشخاص طبعا من حيث الصحة العامة وإحنا اتفقنا إن الناس اللي هي بتكون شغالة أو العاملين اللي شغالين عندي في المطبخ سبب من أسباب نقل العدوى والأمراض طبعا عن طريق الأكل وعن طريق الإفرازات وعن طريق إيديهم وملامستهم ليه الطعام اللي هيتغزوا عليه النزلاء فلازم طبعا تتوفر فيهم شروط الصحة العامة لازم يكون معاهم شهادات صحية والشهادات الصحية دي بتتجدد كل ست شهور أو سنة اتفقنا في الكلام ده في مادتنا مادة الصحة الغذائية طيب إيه كمان الشروط الواجب توفرها من حيث النظافة في أماكن إعداد وتطهي الطعام اللي هو المطبخ لازم طبعا تكون الأماكن نظيفة الأرضية تكون نظيفة وتكون ملساء الحوائط تكون نظيفة وما فاش أي شكوك أو سقوب وبعد هنا باللون الفاتح لازم طبعا يتوفر فيها الإضاءة الجيدة ودرجات الحرارة ولازم يكون يتوفر طبعا دورات مياه للجنسين علشان يغسلوا قديهم عشان ما يستخدموش الأحواض الخاصة في المطبخ في غسيل إيه الأيدي ده كله طبعا بيكون سبب من أسباب نقل الإيه الأمراض طيب عشان أقام من المطبخ كمان لازم ممنوع دخول الغرباء أو غير العاملين في المطبخ ممنوع أنهما يتواجدوا فيه طبعا الإيه المطبخ بتاعي لازم كمان أتأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية اللي هي موجودة عندي في المطبخ وأجهزة المطبخ تكل لأن أنا عندي تلاجات عندي أفران عندي بتجازات بكمية كبيرة طبعا لازم أتأكد من سلامتها علشان ما تكونش مصدر ليه اندلاع الحريق عندي لازم كمان أتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية وأتأكد وعمل سيوانة لأجهزة الغليات والبخار طب ليه أتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية لأن أنا عندي أجهزة كثير جدا بتتحمل بتعمل زيادة في الأحمال فالوصلات الكهربائية لو عندي دي مش بتتحمل الأحمال الكبيرة هتعمل إيه هتعمل يماز كهربائي طبعاً وهتعمل مشكلة كبيرة عندي في الإيه في المطبخ وبالتالي طبعاً هتتقل ليه للفندق لازم كمان أتأكد أن المطبخ داخل عندي من سلامة شبكة إنذار الحريق الموجود في المطبخ أتأكد من سلامة وكفاءة أجهزة الإيه الإطفاء لازم أعمل صيانة لأجهزة البخار والغليات ولازم طبعاً أضع تعليمات أمن المخازن وأمن التلاجات وعمل الشروط استلام الأغذية ومتابعة تنفيذ هذه الإيه التعليمات أنا كده كنت بأمن إيه بأمن المطبخ من ضمن تأمين مناطق الخدمات طب تعالوا ننتقل لنقطة أخرى في تأمين مناطق الخدمات وهي تأمين غرفة الكهرباء غرفة الكهرباء فيها كل الوصلات اللي هي بتشغلي الكهرباء اللي موجودة في الفندق طيب في الفندق لازم أننا لازم تكون بعيدة عن مبنى الفندق لازم تكون بعيدة عن مبنى الفندق بالقدر الكافي ومنطقة الخدمات فلازم علشان تكون أن هي سليمة بتكون بعيدة عن مبنى الفندق علشان لو استقدر الله قامت حريقة في غرفة الكهرباء ما تنتقلش الحريقة دي عندي المبنى الفندق لازم كمان أراعي الاشتراطات الهندسية في الوصلات الكهربائية لازم الوصلات الكهربائية اللي عندي في غرفة الوقود تكون معمولة بموصفات هندسية سليمة علشان ما تسبب ليش ماس كهربائي كمان لازم ان انا اوفر نظام انزار الحريق واجهزة الاتفاق طبعا لازم يكون بالقرب من غرفة الكهرباء وحدة اتفاق لتدخل السريع في اي حدوث اي انفجار او ماس كهربائي في الوصلات الكهربائية او في غرفة الكهرباء امن غرفة الكهرباء ازاي كمان ان هي لازم تتوافر مصادر اغذية كهرباء بديلة لعند اصلاح او اي عطل في المصدر الرئيسي للكهرباء لقدر الله حصل اي مثلا انفجار في وصلة معينة عطل في وصلة معينة او في سلك معين في غرفة الكهرباء انا بقى طبعا هتطر ان انا افصل طبعا الطيار الكهربائي عن المصدر الرئيسي للكهرباء طيب انه زلاء اللي عندي في الفندق يعودوا في الضلمة ولا نعمل ايه لازم يكون في مصدر بديل للكهرباء طبعا بستخدموا في حالة العطل او اصلاح المصادر الرئيسية للكهرباء لازم يكون كمان وجود نبطشية من مهندسي الكهرباء للتدخل السريع في المواقف الطارئة ممكن الموقف الطارئ ده يحصل بالليل او في الفجر فلازم يكون عندي نبطشي من مهندسين الكهرباء طبعا عشان يتدخلوا بسرعة في الموقف الطارئ اللي يحصل مع غرفة الكهرباء لو اتكلمت بعد كده عن تأمين غرف او مخازن الوقود خلي بالك كويس جدا انا عندي انا بتكلم في ايه في تأمين منطقة الخدمات لو جاء وقالك اتكلم عن تأمين مناطق الخدمات وسجدت يبقى انا هتكلم له على التلات نقاط تأمين المطبخ تأمين غرفة الكهرباء وتأمين مخازن الوقود لكن لو هو قالك مثلا في الامتحان او سألك وقالك من تأمين مناطق الخدمات تأمين المطبخ اشرح هذه العبارة يبقى انا هقوله ايه ان من تأمين مناطق الخدمات ان من الواجب ان انا اامن المطبخ وامن غرفة الكهرباء وامن مخازن الوقود وابدأ اشرح له تأمين المطبخ وملحقاته طيب انا في النقطة هنا هتكلم عن تأمين مخازن الوقود مخازن الوقود فيها وقود الوقود ده وتسبب من اسباب الحرائق فلازم يكون بعيد عن مبنى الفندو وبعيد عن غرفة مناطق الخدمات عشان ما تسبب ليش أي أذب مبنى الفندو أو غرفة الخدمات لازم كمان أراعي السلامة المهنية والشروط الأمن الصناعي والسلامة المهنية في أسلوب التخزين لازم كمان يتوفر عندي مواد إطفاء تتناسب مع نوع الوقود اللي عندي علشان نقدر الله لو قامت حريقة في الوقود اللي عندي يبقى مواد الإطفاء تتناسب مع الوقود وتعامل على إطفاء الحريق بتاع الوقود لازم طبعا كمان غرفة الوقود او مخازن الوقود بتكون لازم يكون ضمن شبكة انذار الحريق لازم يكون فيه اجهزة اطفاق طبعا وقلنا مواد اطفاق تتناسب مع نوع الوقود اللي عندي ولازم تكون بالقرب منها طبعا وحدة ايه مطافي او وحدة اطفاق للحريق هأمن ازاي مخازن الوقود كمان المرور التفاقدي لعناصر الامت على كل شوية يعملوا مرور تفاقدي على مخازن الوقود عشان يتأكدوا من اغلاق مخازن ايه الوقود احط لوحات ارشادية ولوحات تحذيرية على مخازن الوقود يعني قابل الاشتعال ممنوع التدخين الكلام ده كله علشان الناس تبقى عارفة ان المكان دوت ممكن يسبب بيه اندلاع الحريق ما يجيش حد مثلا بيشرب سجارة ويرمي عقب السجارة مولع وده يكون سبب لي اندلاع حريق هائل فيه طبعا مخازن ايه الوقود ويسبب لي كرسة ومشكلة انا في غناء ايه عنها فلازم احط لوحات ارشادية على مخازن الوقود اعرف الناس ان المكان ده ممكن يسبب لي ايه مشكلة تمام كده يبقى انا كده كنت بتكلم عن تأمين مخازن الوقود وهي اتكلمت على 3 نقاط فيها مخزن تأمين المطبخ تأمين غرفة القهربة وتأمين مخازن ايه الوقود تعالوا ننتقل لنقطة جديدة في مادة القواعد الامنية وهي وضع النظام لأعمال الامن والحراسة ازاي ان انا قضع نظام لأعمال الامن والحراسة ازاي مدير الامن ومساعدي يضعوا نظام لأعمال الامن والحراسة تعالوا نشوف كده مع بعض ازاي يحط ايه مدير الامن هيحط نظام لأعمال الامن والحراسة اول ان احنا متفقين من سنة اولى ان الفندق فيه 3 ورديات وردية صباحية وردية مسائية وردية ليلية طيب يبقى أنا عندي عناصر الأمن مفروض هيتوزعوا على 3 ورديات دول يبقى أنا عندي كم وردية في الأمن عندي 3 ورديات للأمن كل وردية من الورديات دي 8 ساعات كل وردية من الورديات دي بتكون 8 ساعات وفي النظام الأوروبي بيقولك إن الوردية الوحدة بتكون 8 ساعات بس بيعملوا إيه؟ يشتغلوا 4 ساعات وبعدين ياخدوا بريك وبعدين يكملوا 4 ساعات إيه؟ تانية هي الوردية عمتاً 8 ساعات سواء شغلوها 8 ساعات على بعض أو تبقى للنظام الأوروبي بيشتغلوا 4 ساعات وبعدين بريك وبعدين 4 ساعات كمان طيب يبقى هو قسم لي ورديات العمل ل3 ورديات بعد كده بيجيب موقع الفندق ويقسم موقع الفندق لقطاعات ويحدد الواجبات والمسئوليات والمهام في كل قطاع وهو دلوقتي حدد الورديات بتاعت العمل بعدين جاب موقع الفندق وأسمه لقطاعات وحدد الواجبات والمسئوليات لعناصر الأمن في كل قطاع بعد كده هيعمل هيبدأ يختار عناصر الأمن بكل قطاع على حسب كفاءة طبعاً عناصر الأمن وعلى حسب المهام الموجودة في كل قطاع عندي يعني أنا مثلاً القطاع دوت عندي ممكن يكون عرضة لأي تهديدات أكتر من القطاع التاني يبقى أنا هجيب عناصر الأمن يشتغلوا فيه مين؟ اللي هم عندهم كفاءة طبعاً ويقظة وذقة نحسن ملاحظة يبقى أنا بعد ما أسمت موقع الفندق للقطاعات حدد الواجبات والمسئوليات بتاعت عناصر الأمن ببدأ أوزع عناصر الأمن اللي عندي على القطاعات بتاعت الفندق على حسب طبعاً مهمهمهم على حسب كفاءتهم ببدأ إن أنا أعرفهم المهام الموكلة إليهم وابدأ إن أنا أدربهم عليهم كويس جداً ببدأ بعد كده بحيط العاملين أو أعرف العاملين اللي عندي بتعلمات الأمن وما يستجد بيه أنا عرفتهم مهمهم وعرفتهم تعليمات الأمن كل ما يجد جديد ببدأ أن أنا أعرفهم طبعا وأخبرهم بيها طيب بعد كده هيبدأ يعمل أبدأ متابعة تنفيذ العاملين وتقييم أدقهم أبدأ تابع بقى تنفيذ أعمالهم هل هم بيشتغلوا كويس ولا ما بيشتغلوش وأبدأ أن أنا أقيم أدقهم ببدأ كمان مدير الأمن بيبدأ يعمل كشوف النبطشية بتاعة الأمن والحراسة يعمل لي كشوف النبطشية مين هيجي في اليوم دوت ومين هيجي يوم السبت ومين هيجي يوم الحد ومين هيشتغل بالليل ومين هيشتغل الصبح ومين هيشتغل في الوردية الصباحية مين هيشتغل في الوردية المسائية يبدأ يعمل الكشف بتاعة النبطشية ويعتمدوا من مدير الأمن بعد كده في نهاية بعد ما تبعت عمل العاملين اللي عندي وتقييم أدقهم في نهاية الوردية أنا ببدأ وابدأ أعرف كل عامل على الأخطاء اللي هو عملها طبعا علشان ما تتكررش الأخطاء دي دي لو كانت أخطاء بسيطة يعني ممكن أن أنا في نهاية الوردية أستنى لغاية نهاية الوردية وابدأ أعرفه مثلا حصل منك كذا أو الجزئية دي كانت غلط لا ما تتكررش تاني الخطأ دوت طب لو كانوا بقى خطأ جاسيم طبعا مدير الأمن أو رئيس الوردية بيتدخل تدخل فوري وسريع عشان يلحق المشكلة في أولها عشان المشكلة ما تتفقمش طبعا ما سيبهاش لنهاية الوردية في نهاية اليوم العمل بيعد تقارير مكتوبة التقارير دي بتعتمد من رئيس القطاع ورئيس الوردية وبيعرضوها على مدير الأمن في اليوم التالي بقى في نهاية يوم العمل أنا بعد تقارير منين من رئيس القطاع ورئيس الوردية بيعرضوها على مدير الأمن في اليوم التالي ده لو ما فيهاش حاجة حصلت أو لو فيها أقطاء بسيطة حصلت طب لو فيه خطأ جاسيم حصل أو خطأ كبير هنسيبها لتاني يوم لغاية ما نعرضها على مدير الأمن لا طبعا بنعرضها في نفس اليوم على مدير الأمن لو في مشكلة حصلت كبيرة أو لو في خطأ كبير لازم مدير الأمن يتبلغ به طيب ايه تاني هنعمله فيه وضع نظام لأعمال الأمن والحراسة أنا ببلغ رؤساء الوردية عن طريق وسائل الاتصال بالمواقف الطارئة فور حصلها على طول بالوسائل اللي تبلغ رئيس الوردية لو في موقف طارئ طبعا فور حصله بيتم التسليم وتسلم الورديات في المواعيد المحددة يعني أنا مثلا بشتغل من الساعة كذا للساعة كذا للساعة ثلاثة مثلا العصر أنا بشتغل من الساعة مثلا سبعة صبح للساعة ثلاثة العصر ما ينفعش قبل الساعة ثلاثة أسيب طبعا الوردية بتاعتي لازم ثلاثة العصر دي هبدأ أن أنا أسلم الوردية بتاعتي لزميلي اللي بعد كده في الوردية اللي بعدي وطبعا ده الكلام ده كله بيكون مزبط فيه دفاتر بالمواعيد أنا لازم أجي في معادي وامشي في معادي وسلمها يعني أنا هستلم من زميلي اللي كان في الوردية اللي قابلي وهسلم زميلي اللي جاي في الوردية اللي بعدي كل ده هيتسجل فيه في الدفاتر طبعا هيثبت في الدفاتر المخصصة لذلك أنا كده كنت بتكلم عن نظام الأعمال الأمن والحراسة لازم مدير الأمن طبعا أو رئيس القطاع أو رئيس الوردية بيعمل اختبارات تنشيطية للعاملين في مجال الأمن علشان شغلهم ما يتصفش بالروتين يعني مثلا الحمد لله كل يوم أنا بروح كفرد أمن بروح الحمد لله ما بتحصلش أي مشاكل أو ما بيحصلش أي مخالفات في الفندو خلاص أبدأ أن أنا بقى أقبر دماغي وأقول أنا خلاص ما بيحصلش أي مشاكل هقعد بقى أنا بقى شغلي بقى شغلي روتيني أن أنا بقى حالشغل وجاية من الشغل ما هو ما بيحصلش مشاكل بس على فكرة خلي بالك أن أنا بين لحظة والأخرى أو بين اليوم والآخر ممكن تحصل مشكلة فناول أنا قاعدة مش متبهة وقاعدة مش ملاحظة إيه اللي بيحصل حوالي أنا طبعا ممكن تحصل مشكلة وأنا مش وغد بالي فلازم مدير الأمن يعمل اختبارات تنشيطية علشان يتأكد من اليقظة العاملين زي مثلا هما يفترضوا إن قام حريق في الفندق عندي فهنشوف إزاي رجال الأمن هيتصرفوا في عملوا مع الحريق أو يعملوا إخلاء للفندق كل ده طبعا عشان أتأكد من اليقظة المستمرة للعاملين أهتم بالحالة النفسية للعاملين في مجال الأمن إن أنا محرمهمش من الأجازات بتاعتهم إن أنا أجازي المقصر أكافئ المقتهد علشان الشخص مقتهد وبيشوف شغله كويس جدا ما يحسش إن هو زيه زي المقصر طب ما هيعمل إيه كمان هو هيقصر زيه فلازم إن أنا أكافئ المقتهد وأجازي المقصر عشان أهتم بالحالة النفسية للعاملين أنا كنت كنت بتكلم على نظام أعمال الأمن والحراسة تعالوا ننتقل لنقطة جديدة ومفيدة وجميلة في مادتنا النهاردة وهي الباب الثالث وهي تأمين الأجنحة للشخصيات العامة الهمة تأمين الأجنحة للشخصيات الهمة أنا جاي عندي شخصية مهمة في الفندق بتاعي هل إن أنا نظام الأمن أو الخطة التأمين الفندق هي هي همش عليها لما يكون عندي شخصية همة في الفندق يعني إيه شخصية همة؟ عندي رئيس زولة، عندي سفير، عندي وزير، عندي ملك من وك رؤساء الدول هل إن أنا خطة التأمين هي هي هيا هستخدمها هي هي لما يكون عندي شخصية همة وهي هي لأنا بستخدمها لما يكونش عندي شخصية همة؟ لا طبعا خطة التأمين ببدأ ان انا اعمل لها مراجعة واعمل لها تجديد للخطة لما يكون عندي الشخصية الهمة طب تعالوا نشوف هنأمن الاجنحة للشخصية الهمة ازاي ده جنحة الشخصية الهمة اللي عندي تأمين الاجنحة للشخصية الهمة ده جزء رئيسي من عمل اليومي بتاع عناصر الامن او الخاص بعمل عناصر الامن طب انا هأمن الاجنحة للشخصية الهمة ازاي عادة بيكون مع الشخصية الهمة فريق حماية بيتبع الشخصية الهمة وهو اللي بيقوم بتأمين الشخصية الهمة طب قبل وصول الشخصية الهمة قبل ما تيجي عندي الفندق بيجي مين بيجي رئيس فريق الحماية وده بيكون مكلف بتأمين الشخصية الهمة بيجي عندي في الفندق بيبدأ يعد مع مدير الفندق ومدير امن الفندق بيبدأ يعد مع مدير ادارة الفندق ومدير امن الفندق ويبدأ أنه يعاين حاجات ويحدد حاجات طيب تعالوا نشوف مع بعض كده رئيس فريق الحماية لما بييجي عندي في الفندق قبل وصول الشخصية الهمة خلي بالك أنا عندي هنا بييجي سؤالين ايه الدور اللي بيقوم بيه رئيس فريق الحماية قبل وصول الشخصية الهمة وعندي بييجي سؤال ايه دور اللي بيقوم بيه رئيس الفريق الحماية أثناء تواجد الشخصية الايه الهمة احنا اتفقنا رئيس فريق الحماية ده الرئيس المكلف بحماية الشخصية الهمة هو ده اللي بيكون مع الشخصية الهمة ملاصق لي ومرافق لي قبل ما بتوصل الشخصية الهمة عنتي في الفندق بيجي لي بقى رئيس فريق الحماية يقعد مع مدير إدارة الفندق ومع مدير أمن الفندق ويبدأ يعمل معاينة هيعمل معاينة ر الموقع العام بتاع الفندق والطرقات المؤدية والممرات والرئيسية المؤدية للفندق هيعين المداخل والمخارج والبو وبيت هيعين كمان المنافذ الإخلاق والوسائل اللي أنا بستخدمها في الأبواب. يعني اللي أنا بستخدمها أثناء الحريق أو أثناء الإخلاق. وهو هيعمل معاينة للموقع العام بتاع الفندو. هيعين إيه تاني؟ هيعمل معاينة للأجنحة المقترحة القيام فيها الشخصية الهمة. والأماكن اللي بتطلع عليها الجنيح. هيعين إيه كمان؟ هيعين الطرقات والممرات المؤدية للجناح اللي هيقيم المقترح يقيم فيه الشخصية الهمة. هيعين كمان الغرف المقترحة اللي هيقيم فيه الوفد المرافق للشخصية الهمة. هيعين كمان أماكن انتظار السيارات اللي هي ويحدد المكان اللي هيكون فيه ركاب الشخصية الهمة. هيعين المطاعم هيعين القاعات. هيعين كل الأماكن اللي هيتردد عليها الشخصية الهمة. عمل معاينة لكل ده. هيبدأ يحدد حاجات. هيحدد إيه بقى؟ يبقى هو بعد ما عمل معاينة هيحدد لي حاجات. هيحدد إيه؟ هيحدد الأجنحة المناسبة أنسب جناح هيقيم فيه الشخصية الهامة. هيحدد كمان الغرفة الحماية. الغرفة اللي تقيم فيه فريق الحماية. ودي طبعا لازم تكون بالقرب من جناح الشخصية الهامة. هيحدد لي الغرف اللي هتقيم فيه الوفد المرافق للشخصية الهامة. لازم كمان يحدد احتياجات فريق الحماية من مدير امن الفندوق. هيحدد له اللي هتسهل له عملية تأمين الشخصية الهامة. يبقى هو يحدد احتياجات من مدير أمن الفندق علشان طبعا يسهله عملية تأمين الشخصية الهمة هيتعرف على عناصر الشرطة الموجودة في الفندق واللي هتشارك مع فريق الحماية واللي هتشارك مع مدير أمن الفندق ومساعديه في تأمين الشخصية الهمة احنا اتفقنا أنه عندي جهاز شرطة اسمه جهاز شرطة السياحة والمناطق الأسرية فهيبدأ رئيس فريق الحماية يتعرف على عناصر الشرطة اللي هتساعده فيه او اللي هتشترك فيه تأمين الشخصية الهمة بعد ما رئيس الفريق الحماية جاء وعامل معينة الموقع الفندو والأجنحة والأماكن اللي هتردد عليها الشخصية الهمة حدد لي ايه أنسب أجنحة ايه أنسب الغرف ايه أنسب المكان في أماكن انتظار السيارات اللي هيكون فيه الركاب بتاع الشخصية الهمة هيبدأ ان هو يسافر بقى علشان يجيب لي او هيزهب ليه المكان اللي يجيب لي فيه الشخصية الهمة في أثناء ما هيمشي رئيس فريق الحماية من الفندق بعد ما يحدد الكلام ده كله ما هيبدأ يمشي بقى علشان يروح يجيب لي الشخصية الهمة هيبدأ مدير أمن الفندق يقعد مع إدارات الفندق علشان يحدد أشياء معينة طب مدير أمن الفندق هيقعد مع الإدارات هيحدد إيه؟ تعالوا نشوف هيحدد إيه بقى مع بعض هيبدأ يحدد المسئولين اللي هيقوموا على خدمة الشخصية الهمة والوفد المرافق معاه طيب هيختارهم على أي أساس؟ هيختارهم طبعا على أساس الأمانة على أساس الكفاءة هيبقى يختار أنسب الناس أو أحسن الناس عنده كفاءة وأمانة فيه طبعا لخدمة الشخصية الأهمة وهيعمل معاهم لقاء علشان يرفع طبعا الوعي الأمني لديهم وكمان هيلقنهم باستمرار على إزاي أن هم يتعاملوا مع الشخصية الأهمة وإزاي أن هم يتصرفوا فيه المواقف الأيه اللي ممكن تواجههم طيب هيعمل أي تاني كمان مدير أمن الفندق؟ هيبدأ يعمل مراجعة لخطة تأمين الفندق هيراجع خطة تأمين الفندق أنا اتفقت معكم شوية إحنا خطة تأمين الفندق اللي أنا ماشي عليها وأنا ما عنديش شخصية همة طبعا هتزيد أكتر من مرة أو هنركز عليها أكتر من مرة لما يكون عندي شخصية همة هيبدأ بقى مدير أمن الفندق يراجع خطة تأمين الفندق وهيراجع خطة الإخلاء ومكافحة الحريق والتأكد من سلامة الأجهزة والأبواب كمان هيبدأ يحدد عناصر ليه الأمن هيختارهم وهيميزهم وهيسلحهم وهيسلحهم هما هيشاركوا فيه تأمين الشخصية الهمة مع عناصر الشرطة ومع فريق الحماية كمان هيعمل مدير أمن الفندق هيبدأ يراجع قوايم النزلاء طب هيراجع قايمة النزلاء ليه علشان ما يكونش نزيل من دولة معادية للشخصية الهمة غرفته بالقرب من جناح الشخصية الهمة ولازم مدير الأمن يفضل مراحز الموضوع ده وتوحطه في اعتباره طول فترة إقامة الشخصية الهمة ليه علشان ما تكونش غرفة غرفة إقامة لشخص من دولة معادية للشخصية الهمة بالقرب من جناح الشخصية الهمة ما ينفعش الغرفة أو الجناحين يكونوا قريبين من بعض لأن ده دولة معادية أو النزيل ده من دولة معادية للشخصية الهمة يبقى أنا كده عرفت إيه رئيس فريق الحماية جاء قبلش وصول الشخصية الهمة عمل مجموعة من المعينة وحدد حاجات معينة وبدأ يروح يجيب لي الشخصية الهمة بدأ مدير أمن الفندق في الأثناء دي بدأ مدير أمن الفندق يقعد مع الإدارات بتاعة الفندق يحدد مين اللي هيخدم على الشخصية الهمة يعرفهم إزاي يتعاملوا طبعا بيكونوا بيتميزوا بالكفاءة والأمانة لازم يراجع كمان خطة تأمين الفندق وخطة مكافحة الإقلاق والحريق تأكد من سلامة الأبواب والمنافذ يبدأ كمان إن هو يميز يختار عناصر من الأمن هيساعده في التأمين ويميزهم ويسلحهم ولازم طبعا يراجع على قوام النزلاء علشان ما يكونش نزيل من دولة معادية ساكن في غرفة بالقرب من جناح الشخصية الهمة وصل عندي خلاص الشخصية الهمة وصل عندي في الفندق رئيس فريق الحماية هيعمل إيه أثناء تواجد الشخصية الهمة في الفندق ودي على فكرة بيجي فيها سؤال وخلي بالك لما يجي يقولك رئيس فريق الحماية بيعمل إيه قبل وصول الشخصية الهمة وأثناء تواجد الشخصية الهمة أثناء تواجد الشخصية الهمة هيعمل إيه بقى رئيس فريق الحماية هيضع تصور لتأمين الشخصية الهمة أثناء تواجده في الفندق هينشر رجالته وعناصر الحماية في كل الأماكن في الفندوق عندما داخل الفندوق في صلاة الاستقبال في جناح الإقامة كل دول هينتشر رجال فريق الحماية في جميع أنحاء الفندوق بخلاف عناصر الحماية وعناصر التأمين الخاصة بركاب الشخصية الهمة يبقى أنا كده كنت بتكلم عن تأمين الشخصية الهمة وقلنا نخلي بالنا رئيس فريق الحماية إيه واجباته قبل وصول الشخصية الهمة وأثناء وجود الإيه الشخصية الهمة تعالوا ننتقل لنقطة أخرى وهي تأمين الغرف والحقائب أنا هأمن الغرف والحقائب الإيه اللي عندي إزاي هأمن غرف النزلاء إزاي يا جماعة إحنا اتفقنا عشان أأمن غرف النزلاء طبعا غرفة النزلاء دي شقة مستقلة للإيه للنزيل فلازم أننا أأمنها طب هأمنها إزاي أتأكد من سلامة طبعا الأجهزة الكهربائية الموجودة في الغرفة هتأكد من سلامة الوصالات الكهربائية هتقال ليه علشان ما تكونش مصدر لمصادر الحريق أو تسبب لي مصق إيه كهرابي لازم كمان أرعي إن ستاير الغرفة تكون حاجبة للرؤية علشان محدش يكشف الغرفة أو يشوف النزيل من الإيه البلكونة لازم تكون حاجبة للرؤية يعني ستاير سئيلة محق اللي برة ما يشوفش الإيه النزيل وهو قاعد في الغرفة بتاعته لازم كمان إيه؟ لازم أحط لوحة إرشادية على الباب الغرفة من الداخل طب اللوحة الإرشادات دي بتكون فيها إيه؟ فيها موقع الغرفة من الدور اللي هي موجودة فيه وأقرب أقرب مصارات للوصول لمصارات الإيه الإخلاق طبعا والبوابات بتاعت الإيه الإخلاق برضك فيه بعض الإرشادات الهمة إيه الإرشادات الهمة؟ ما استخدمش الأسانصير في حالة الزازل يعني مثلا ويه هكاوي بعض الإرشادات الإيه الهمة اللي هي طبعا بتفيد العميل في حالات الإخلاق أو الحراق زي أننا أمل غرفة النزلاء كمان مش في الغرفة بيقوم طبعا بعملية تفتيش الغرفة قبل مغادرة النزيل للفندق عشان يبلغ عن أي مخالفات أو أي مفقودات إيه تاني كمان لازم قلنا مستر الكي لازم يكون في مكان معلوم من عناصر الأمن قلنا كمان أنه لازم تكون مزودة بأجهزة انذار للحريق وسائل الأطفاء الزاتية لازم كمان مدير أمن الفندق يعطيه تلقين مستمر لمشرف الغرف ومشرف الأدوار علشان يأكد على أمانتهم ويأكد أنه يتصرفوا في المواقف الطريقة ويأكد عليهم كمان أنه هم طبعا لو النزيل وهم داخلين بينظفوا الغرفة لو النزيل موجود في الغرفة يستأذنوا الأول لو النزيل وافق هيخشوا ينظفوا الغرفة لو النزيل رفض يبقوا هم من ممنوع أنه هم يخشوا طبعا الغرفة ويكتبوها في القايمة بتاعاته معشان يرجعوا لها مرة تانية ولازم بينبه عليهم كمان مشرف الغرف يعملوا بشكل فريق سوني يبقوا اتنين مع بعض من مشرف الغرف يخشوا ينظفوا الغرف يبقى كده تأمين غرف النزيل هأمل غرف النزلاء إزاي كمان إن أنا أراجع مصوغات التعيين للعاملين في الفندق يعني إيه أراجع مصوغات التعيين إيه بالفندق أنا مش فاهمة كلمة مصوغات التعيين يعني إيه تعالوا نعرف مصوغات التعيين يعني إيه مصوغات التعيين وهي صحيفة الحالة الجنائية للعاملين اللي هي الفيش والتشبيه يعني يعرفوا عليهم أحكام ولا لأ اتحبسوا ولا قدر الله في قضية قبل كده ولا لا يبقى صحيفة الحالة الجنائية لازم كمان يتعرفوا على الموقف السياسي للعاملين من خلال مراجعة أجهزة الداخلية يعرفوا الموقف السياسي ممكن لحد يكون متطرف سياسيا أو متشدد في قراءه أو كده فطبعا ما ينفعش نحن نشغلهم عندنا في الفندق كمان لازم يكون معهم مصوغات التعاين لازم يكون معهم شهادات الصحية والتقارير تدل على خلوهم من الأمراض وقلنا الشهادات الصحية بتتجدد كل ست شهور أو سنة علشان نتأكد من خلوهم من الأمراض وأن هم صحيحين وما يكونوش مصدر من مصادر نقل العدوى للنزل يبدو كل من كده مصوغات التعاين طيب كمان هنا في مادة القواعد الأمنية بيقولي في بعض المواقف الطرقة اللي هتوجه كوينتي دخلة تنظف الغرف ايه مثلا هتصرف فيها ازاي تعالوا نشوف ايه المواقف الطريقة اللي ممكن تواجهني أنا كمشرفة غرف أو هاوسكي بينج بتعامل احتكاك مباشر مع الغرف ايه المواقف الطريقة كيف يتم التصرف في المواقف الايه الآتية طيب ايه المواقف الآتية وجود نزيل مقتول داخل حمام الغرفة انا خبطت انا كهاوسكي بينج او مشرفة غرف خبطت على الغرفة وعرفت نفسي وانتظرت محدش رد علي فاعتبرت ان الغرفة فاضية فتحتى بمفتاح الماستر كي ودخلت عشان انضف الغرفة لقيت النزيل مقتول جوه الغرفة اعمل ايه ازعق بقى وصوت وانهار وببدأ بقى اعمل بلبلة وازعاك في الفندو لازم طبعا اسيطر على اعصابي علشان ما عملش ازعاج للنزلاء الايه الآخرين ما يحسوش ان في عندي مشكلة في الايه في الفندو ملمس اي حاجة في الايه في الغرفة خالص ليه لان انا هستدعي الشرطة والشرطة هترفع البصمات ما تلاقيش بصمات في جوه الايه الغرفة وابدأ اخرج بسرعة واقف للباب ومن اقرب تليفون ابلغ مدير امن الايه الفندو وطبعا مدير امن الفندو هيجي هيجي هبدأ ان انا افتح الغرفة وابدأ ان انا احكي له كل اللي انا شفته ولو لمست شي اقوله انا لمست الجزء الفلاني عشان هم هيستدعوا الشرطة طبعا والشرطة هتبدأ ترفع الايه البصمات وتحدد لي مين اللي ايه قتل النزيل ده او النزيل ده يعني مات ازاي خلاص يبقى ده في حالة لو وجود نزيل مقتول داخل الايه الغرفة طب تعالوا نشوف الموقف اللي ممكن يطرق ممكن او يواجهني وانا بنظف استغاثت احد النزلاء لوجود الامه بريحة وانا دخلة بنظف بقيت النزيل تعبان جدا ويستغيث بي ان هو عنده الام مش قادر يستحملها ابدأ اعمل ايه ابدأ ان انا اهدزي ابدأ ان انا اهدزي واعرف حالته الصحية طيب هو مثلا متعامل في مصر هنا مع دكتور معين او دخل مستشفى معينة طب هو بياخد دواء معين ابدأ ان انا اعرف منه ايه الكلام ده كله واخرج بسرعة من اقرب تليفون ابلغ الاستقبال او متشرفي الادوار او مزير الفندق لاجراء الاسعاف ممكن مثلا هما يتصلوا بالاسعاف طب عبالما الاسعاف يتسيجي انا عندي نزيل مثلا موجود في الفندق دكتور مش ممكن ان انا استعين به ان هو يساعدني في النزيل اللي تعبان دوت ممكن ان انا استعين ايه به ناشي يبقى انا ده كده استغاثت احد النزلاء لوجود الام ايه مبرحة طب ايه الموقف الطارق اللي هو ممكن يواجهني بعد كده ادعاء احد النزلاء بفقد منقلات سامينة من الغرفة النزيل قال لي انا دلوقتي نداني وقال لي انا كنت شايل مثلا اي شيء غالي او اي شيء كان معاه ومش لقيه ابدأ اعمل ايه بقى لازم في الموقف ده اتعامل بلباقة وكياسة وهدوء ما نفعلش على النزيل ابدا خلاص لازم ان انا اتعامل معاه بلباقة وكياسة وابدأ ان انا اهدي النزيل وابدأ اعرف ايه اللي حاجة اللي هي ضيعة منه ونبدأ نفتش الغرفة مع بعض ممكن تكون وقع داحت كرسي وقع داحت داكمودينو وهو مش واخد باله ايه منها ممكن نلاقيها طيب ما لقناهاش اعمل ايه اراجع عمال النظافة يمكن عامل النظافة لقيها وسلمها في الايه في المفقودات طيب احنا ما لقناش الحاجة دورنا عليها رجعت عامل النظافة وما لقيتش الحاجة اللي هو بيقولي عليها ابدأ اعمل ايه طبعا ببلغ مدير الفندق وبيباد نستدعي الايه الشرطة طيب احنا استدعينا الشرطة والعميل مصر انه هو كان عنده حاجة وضعت منه في الفندق الفندق مكلف انه هو يدفع تعويض خمس اضعاف الحاجة اللي هي ضعت من الايه النزيل يبقى الفندق مكلف هنا انه هو يدفع تعويض خمس اضعاف الشيء اللي هو اطفقت من الايه من النزيل تمام كده يبقى تزيب في بعض المواقف اللي هتواجهني اثناء طبعا عملي في الفندق ولازم ان انا اتصرف معاها بهدوء وبلا باقة علشان طبعا ان ايه لن حسس النزيل ان انا متضايقة منه ولا ان انا احسس بقية النزلاء اللي موجودين في الفندق ان في مشكلة حصلة ايه عندي في الفندق تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده وهي بتتكلم عن تأمين الحقائب ازاي ان انا امن الحقائب؟ الحقائب عادة بتجيلي مع النزلاء لاما بتجي مع النزيل لاما بتجي مجمع مع الفوج السيحي طيب مين بقى اللي بيشلي شنط مجموعة من حاملي الحقائب هم مكلفين بانه هم يشيلوا الشنط من الباص او من العربية اللي جاي معها فيها النزيل او الفوج السياحي بيدخلها طبعا للمدخل الايه للفندق بعد طبعا ما بتمر على اجهزة الايه الكشف طيب بتدخل بيجمعوها في مدخل الايه الاستقبال طب حاملي الحقائب دول بقى بيكونوا ايه مشهودين طبعا بالامانة وعندهم وطبعا احنا معلمينهم ازاي يشيلوا الشنط ويستخدموا الحمالات الخاصة الحمالات الايه خاصة بالشكل الايه اللائق يشيلوا الحقائب بالشكل اللائق مستغلين طبعا الحمالات الموجودة في الايه في الفندق لان طبعا بتشونة كتير ففيه ترولي كده او حمالات خاصة دي بيحطوا فيها شنط وايه بيبدو او يدخلوها لمنطقة الايه الاستقبال طب انا عندي حالتين في تأمين الحقائب فيه الحقائب بتأتي مع النزلاء وحقائب بتأتي مجمعة مع الافواج السياحية طب تعالوا نشوف مع بعض ازاي ان انا في حالة ورود المنقلات بصحبة النزيل بصحبة النزيل واقرى السؤال بالراحة شوك خالص وعلى مهلك في الامتحان علشان ما تدخلش المنقلات وهي جاية بصحبة النزيل والمنقلات وهي جاية بصحبة الايه الافواج السياحية طب بصحبة النزيل هبدأ اعمل فيها ايه طبعا حاملي الحقائب بيشلي الايه الشتونة ويبدأ انه هو من العربية ويبدأ يدخلها لمنطقة الاستقبال بس بتمر على ايه بتمر على اجهزة كشف الحقائب اللي عشان تتأكد لي من ان الحقائب دي ما فيهاش اي ايه شيء مضر او شيء او اسلحة او اشياء طبعا ممنوع ان هي تدخل للايه الفندق طب انا لو هي مرت على جهاز كشف الحقائب ماشي وانا شكيت في شنطة ببدأ اعمل ايه ببدأ ان انا اسأل النزيل عن الشنطة دي وممكن طبعا ان انا افتشها يدويا لو النزيل داخل ومعاها اسلحة وحتى لو كانت الاسلحة دي مرخصة مش مسموح ان هو يطلع بيها للغرفة هو بيسلمها فيه الامانات واثناء طبعا مغدرته ليه الفندق بيستلمها من الامانات بيتم ابلاغ مدير الفندق عن اي موقف طارق طبعا عشان بس تدعيه علشان يتدخل فيه المواقف الطارق بتنقل الحقائب طبعا احنا اتفقنا بعد ما بخلاص بمفتش الحقائب ونتأكد ان هي سليمة حامل الحقائب بيحطها في منطقة الاستقبال اللي حين انهاء اجراءات التسكين بعد ما العميل بينهي اجراءات التسكين حامل الحقائب بيشلي الشنط وبينهالي ليه الغرفة عن طريق المصاعد الخاصة بالحقائب المصاعد مش المصاعد بتاعت النزلاء مساعد خاصة بالايه بالحقائب وفي يوم المغادرة العميل او النزيل بيبلغ قسم الاستقبال بيوم المغادرة بيطلع حامل الحقائب وبينزلي الشنط من الغرفة عن طريق برضك المصاعد الخاصة بالحقائب لمنطقة الاستقبال لحين انهاء اجراءات المغادرة وبعدين بيخرجها لهم للعربية اللي هما هياخدوها او هيستقلوها يبقى دي كده ايه لو لو عندي الحقائب وردة بصحبة الايه النزيل النزيل بما شنطة اتنين تلاتة مش ايه مش كتير فدي كده في حالة تأمين الايه الحقائب اللي وردة بصحبة النزيل طب تعالوا نشوف نأمن الحقائب اللي جاية مع الافواج السياحية الحقائب اللي جاية مع الافواج السياحية بتكون حقائب مجمعة بيبدأ حاميل الحقائب بينزلوا طبعا بياخدوها من البصات اللي جاي بيها معاها الافواج السياحية وتبدأ تمر على اجهزة كشف الايه الحقائب وبيجمعوها بعد فحصها طبعا في منطقة طبعا على جنب كده في منطقة الايه اللي استقبال بعد ما بينهوا اجراءات التسكين الفوج السياحي بيبدأ كل فرد يتعرف على الحقائب بتاعته كل فرد يتعرف على الحقائب بتاعته فضلت لي شنطة او اتنين محدش يتعرف عليها طب شنة دي بتاعت مين يا جماعة؟ هيبدأ نسأل الفوج السياحي تاني أو التورليدر اللي مع المشرف يعني اللي هو المسؤول عن الفوج إن شونة دي مش بتاعت حد إنه محدش خدها يبدأ يسأل الفوج السياحي يمكن حد نسي إيه شنطة طب اتفضلت لي كذا شنطة محدش اتعرف عليها أبدأ أعمل إيه أنا طبعا ببدأ إن أنا أبلغ مدير الأمن وبنتعامل مع شونة دي بحذر شديد بحذر إيه شديد وبعد طبعا بفتشها وببدأ إن أنا أحطها في منطقة الاستقبال وبعين عليها فرد أمن وببدأ إن مدير أمن الفندق بيراجع الشركة المسؤولة عن الفوج السياحي رجع للشركة المسؤولة عن الفوج السياحي يمكن شونة دي جات غلط مثلا بتاعت فوج تاني راحوا فندق تاني فجت عندي أنا غلط رجعنا الشركة والشركة قالت لي لأ الشونة دي مش بتاعتنا أو احنا مش عارفين ما هي بتاعت مين ببدأ إن أنا طبعا إيه أبلغ إيه الشرطة ببدأ أن أنا أبلغ الشرطة يجوا يتعاملوا مع الشنط اللي هي متبقية عندي اللي أنا مش عارفة هي بتاع خاصة بمين طيب طبعا حجميلي الحقائب بينقلوا طبعا الشنط عن طريق المصاعد الخاصة للغرف بتاعة الفوج السياحي وفي يوم المغدرة بيبلغوا قسم الاستقبال بيوم المغدرة بيطلعوا حاميلي الحقائب يجيبوا لهم الغرف ويحطوها في منطقة الاستقبال اللي حين إنهاء إجراءات المغدرة وطبعا بينقلوا هلهم بعد كده ليه البساط اللي هما هيستقلوها أو العربيات اللي هما هيخدوها طبعا وهم خلاص مروحين تمام كده يبقى أنا كده كنت بتكلم عن تأمين الحقائب وقلنا ازاي نأمن المنقلات اللي هي بتيجي بصحبة النزيل وازاي نأمن المنقلات اللي هي بتيجي مجمعة مع الأفواج السياحية خلي بالك في الامتحان كويس جدا وانت بتقرأ سؤال عشان ما تدخلش الإجابة دي في الإجابة دي تمام كده طيب تعالوا ننتقل مع بعض النقطة أخرى وهي تأمين المراسلات والاتصالات والمنقلات المتحفز عليها والمخزن طيب هنتكلم إيه طيب إزاي أن أنا أمن المراسلات مع التقدم التكنولوجي الهائل طبعا أصبحت وسائل الاتصال إيه مهمة جدا مش إحنا بنقول أن العالم كله دلوقتي أصبح قرية صغيرة طب أصبح قرية صغيرة ليه لأننا وانا هنا في مصر أنا ممكن أكلم أي حد في العالم أننا وانا هنا موجودة في مكاني أنا ممكن أحضر مؤتمر وبتدير مثلا في ألمانيا أو في أمريكا عن طريق طبعا الأجهزة المؤتمر الإيه الحديثة فلازم طبعا مع التقدم العلمي والتكنولوجي ووجب على الفنادق طبعا أن هي لازم يكون في وسائل اتصال ما بين الفرد في عندي أو النزيل عندي في الفندق والعالم الإيه الخارجي لازم كمان توفير شبكة إنترنت لتلبية احتياجات الإيه النزيل اللاتطب ده بقى شيء أساسي مع أي نزيل أو مع أي فرد حتى الفرد الإيه العادي فلازم طبعا إحنا كلنا شغلنا على النيت وعلى اللاب وعلى الكمبيوتر فلازم طبعا أننا أوفر شبكة إنترنت علشان العاميل أو النزيل الموجود عندي في الفندق يتابع شغله وهو موجود في الفندق إيه خط التأمين الاتصال التليفوني؟ إزاي أننا خط التأمين الاتصال التليفوني بأننا بركب حاجة اسمها الفلتة ودي بتشمل إيه؟ تأمين الاتصالات بأمن إيه الاتصالات اللي عندي كمان بيسمح بمراجعة وتسجيل الاتصالات وهي بتتيح لإدارة أمن الفندق بتسجيل بيانات الاتصال بصورة أعمة يبقى أنا بخطة تأمين التصالي التليفوني بأمل التليفوني إزاي؟ إن أنا بأمن الاتصالات بيسمح بمراجعة وتسجيل الاتصالات بيسيح لإدارة أمن الفندق تسجيل بيانات الاتصال بصورة أعمة طيب تعريف أمن المعلومات لما يجي في الامتحان ويقول لك أعرف أمن المعلومات أمن المعلومات بيتعرف أو بين كذا زاوية من الزاوية الفنية ومن الزاوية النظرية ومن الزاوية القانونية ممكن يجي في الامتحان ويقولك عرف أمن المعلومات ويسكت يبقى أنا هعرفه من ثلاث زاوية ممكن يحدد لي زاوية معينة ويقول لي عرف يبقى أنا هعرف من زاوية معينة طيب إيه تعريف أمن الفندق من الزاوية النظرية؟ يعني إيه؟ ده العلم اللي بيبحث فيه نظريات توفير الحماية للمعلومات من الأخطار اللي ممكن تهددها يبقى ده العلم نظرية يعني العلم اللي بيبحث فيه نظريات توفير الحماية للمعلومات اللي عندي ضد أي مخاطر بتهددها طيب من الزوية الفنية يعني ايه؟ دي الوسائل والأدوات والإجراءات اللي أنا بستخدمها لتوفير اللازمة لتوفير أو لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية اللي بتواجه المعلومات عندي يبا دي وسائل والاجراءات والادوات اللي انا بستخدمها علشان او اللازم ان انا استخدمها علشان انا وفر الحماية المين للمعلومات ضد الاخطار الداخلية والايه والخارجية طيب من الزاوية الثالثة وهي الزاوية القانونية يعني ايه الزاوية القانونية دي الدراسات والتدابير حماية وسرية وسلامة المعلومات ومكافحة انشطة الاعتداء عليها او استغلال نظامها في ارتكاب الجرام طيب احنا بنطلق عليها ايه دلوقتي جرائم الكمبيوتر او الانترنت مش احنا بنسمع احيانا ان في حد بيعمل جرائم الانترنت او جرائم الكمبيوتر او حد مثلا بيدخل على صفحة حد ويبدأ يستغل الصور باشياء معينة او بشكل غير لائق فبيعمل ايه طبعا في عندي مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت ودي الشكل القانوني اللي انا بستخدمه لحماية المعلومات العندي وسرية المعلومات العندي ضد أي انتهاكات أو ضد أي مخاطر ممكن أن هي تتعرض لها يبقى أنا أمن معلومات من كم زاوية؟ من ثلاث زاوية ضد ناحية النظرية من الناحية الفنية ومن الناحية القانونية وخدنا كل ناحية منهم بإيه؟ بزي أن أنا أعرفها نقطة الأخرى أهداف أمن لإيه؟ المعلومات إيه عندي أهداف أمن لإيه؟ المعلومات أنا باهدف ليه لتأمين المعلومات ليه إيه؟ لي خليني أن أنا أهدف أو أن أنا أمن المعلومات السرية أنا عندي معلومات أنا كتبها والمعلومات دي أنا مش عايزة أنا أي حد يتعرض لها أو يتطلع عليها إلا الأشخاص المصرحين ليهم أن هم يخشوا ويتعاملوا إيه معين يتطلعوا عليها يبقى أنا لازم السرية لازم أتأكد أن المعلومات محدش بيتطلع عليها إلا الأشخاص اللي هم مصرح ليهم إيه أن هم يتطلعوا إيه عليها يبقى دي السرية تاني نقطة من أهداف أمن المعلومات وهي سلامة المحتوى ايه سلامة المحتوى اتأكد ان المعلومات اللي عندي يبقى انا متأكدة ان المعلومات اللي انا كتبها او المعلومات اللي عندي محدش هيخش يلعبلي فيها يحد يخش يمسح منها حاجة او يعدل فيها حاجة او يضيف حاجة او يزود حاجة او ينقص حاجة يبقى انا سلامة المحتوى انا المعلومات اللي عندي كتبها هي تفضل زي ما هي زي ما انا كتبها محدش يخش ايه يلعبلي فيها يبقى من اهداف امن المعلومات السرية سلامة المحتوى النقطة الثالثة من اهداف امن المعلومات وهي استمرارية الخدمة او توفير المعلومات استمرارية الخدمة او توفير المعلومات معنى ايه استمرارية الخدمة او توفير المعلومات اتأكد من استمرار عمل نظام المعلومات وتقديم الخدمة ان المستخدم اللي هيخش عندي في المعلومات مش هيتعرض لمنع استخدامه او دخوله عليها يعني أنا مش همنع أي حد يخش أنه هو عايز استخدم المعلومات ديت يخش يستخدم المعلومات أو أنا مثلا عايز أدخل عن انترنت ألاقيني مثلا ممنوع أن أدخل عن انترنت لا أنا مستمرية استمرار تقديم الخدمة وتوفير المعلومات النقطة اللي بعد كده وهي تحديد القائم بالتصرف تحديد القائم بالتصرف بمعنى أني أنا ضمان عدم إنقار الشخص اللي قام بالتصرف لو حد دخل لعبي في المعلومات اللي عندي أو حد دخل كتب أو زود أو نقص للمعلومات اللي عندي ما يجيش بعد كده يقولي لا مش أنا اللي دخلت لا ده هو أنا حددته أنت اللي دخلت وأنا متأكدة أنت اللي دخلت يبقى أنا حددت عدم ضمان عدم إنقار شخص قام بالتصرف بمتصل بالإيه بالمعلومات يبقى أنا حددت القائم بالإيه بالتصرف يبقى أهداف أمن المعلومات اللي عندي أربع أهداف السرية سلامة المحتوى استمرارية الخدمة أو توفير الخدمة وتحديد القائم بالإيه بالتصرف تحديد القائم بالإيه بالتصرف يبقى ذي كده أهداف أمن الإيه المعلومات وأنا أخد تعريف أمن المعلومة وأهداف أمن المعلومات تعريف أمن المعلومة وهي من نحية الفنية أو النظرية أو القانونية أهداف أمن المعلومات أربع حاجات استرية سلامة المحتوى استمرارية الخدمة وتحديد القائم بالإيه بالتصرف تعالوا ننتقل لنقطة أخرى وهي خطوات تأمين المعلومات خطوات تأمين المعلومات إزاي أن أنا هأمن المعلومات اللي عندي عشان أأمن المعلومات اللي عندي أنا لازم أخذ أربع حاجات أول حاجة تصنيف البيانات والمعلومات أنا هصنف البيانات المعلومات اللي عندي إلى معلومات تتطلب الحماية ومعلومات لا تتطلب الحماية مش كل المعلومات اللي عندي مهمة في معلومات أنا بكتبها ممكن أن أنا أسبب أي حد يطلع عليها مش قضية يعني مش مهمة بالنسبة لي او مش مهمة او لو حد تطلع عليها مش هتسبب ايه خطورة ايه معلومات مهمة جدا ما ينفعش ان حد يطلع ايه عليها بقى انا صنفت البيانات والمعلومات اللي عنزك بيانات او معلومات تتطلب الحماية وبيانات ومعلومات لا تتطلب الحماية طب تعالوا نحدد بعد ما صنفت البيانات والمعلومات هحدد المخاطر هحدد الايه المخاطر حماية المعلومات من المخاطر بقى اللي هي ممكن تواجهها طب ايه المخاطر اللي ممكن تواجهها اختراق النظام قطع الطيار القهربائي اساءة بعض الموظفين لستخدام كلمة الايه السر ما هو ممكن النور لما يتقطع عندي او القهرباء تتقطع عندي تطيعلي كل المعلومات اللي انا ايه كتبها فانا لازم احدد المخاطر اللي هي بتواجه المعلومات الايه اللي عندي او اساءة بعض الموظفين لستخدام كلمة السر انه هو بس لما يستخدم كلمة يكتب كلمة السر قدام اي حد فممكن ان هو يلقطها منه او ممكن ان هو بيفشي بكلمة السر بتاعته فا اي حد ممكن ان هو يستخدمها طبعا بطريقة غير مشروعية انا كده اول حاجة صنفت البيانات والمعلومات تاني حاجة حددت المخاطر طب تعالوا ننتقل للنقطة الاخرى او هنصنف المخاطر باحد الصور احنا قلنا صنفنا المخاطر وحددنا المخاطر تعالوا نصنف المخاطر هنصنف المخاطر ازاي من حيث مصدرها من حيث وسائل تنفيذها من حيث غرض المتسببين في هذا المخاطر من حيث اثارها على نظام الحماية وعلى المعلومات بحلل ايه المخاطر يبقى انا كده صنفتلي المخاطر من حيث مصادرها من حيث وسائل تنفيذها من حيث غرض المتسببين ومن حيث اثارها على نظام ايه الحماية يبقى انا كده اتكلمت عن ايه انا بتكلم عن خطوات تأمين المعلومات تصنفنا البيانات والمعلومات وحددنا المخاطر طب تعالوا ننتقل للنقطة اللي بعد كده رقم 3 تحديد أساليب الحماية تحديد أساليب الحماية وهي أربع نقاط إيه هي بقى أساليب أحدد أساليب الحماية التحكم في الدخول على النظام أنا هتحكم على في الدخول على النظام طب هتحكم في الدخول على النظام إزاي أول حاجة والتحقيق من شخصية المستخدم عايز أتعرف على شخصية المستخدم اللي داخل عندي دوت إيه هو اللي هو اسم خاص وغير متكرر صفة مميزة زي البصمات والصوت وكلمة سر خاصة بكل المستخدم يبقى ده هاستخدمه لقديل وإما كلمة سر مش مستخدمة أو اسمه خاص أو أنه نخليه يعمل صفات مميزة زي البصمات والصوت زي اللي يحلم نعملها في الموبايل بتاعتنا دلوقتي أو كلمة سر خاصة بكل مستخدم بقى دي التحقق فيه شخصية المستخدم تاني حاجة وهي التحكم في الدخول على النظام اللي هي التاني رقم اثنين استخدام كلمة سر كلمة سر وهي بتكون عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام اللي هي بستخدمها كلمة سر وكلمة سر دي بتكون خاصة بي أنا مش بعرفها لكل الإيه ناس وعندي كذا مستوى من كلمة السر مش احنا عايحيانا لما نيجي نكتب كلمة سر يقولك إيه اكتب مجموعة من الحروف والأرقام بكتب له مجموعة من الحروف والأرقام يقولي ضعيف طب لو زودتها يقولي قوي لو زودتها أو متوسط لو زودتها يقولي إيه قوي وهي فيها كزا مستوى من كلمات سر تالت نقطة وهي المصفحة المتبادلة يعني إيه المصفحة المتبادلة ده حوار ده نظام أعلى من كلمات سر وده عبارة عن حوار ما بيتم بين النظام وبين المستخدم علشان النظام يتأكد من شخصية المستخدم أنه هو ده الشخص اللي بيدخل على النظام كل إيه مرة يبقى أنا دلوقتي عشان أتحاكك من شخصية أو الدخول على النظام التحاكك من شخصية المستخدم أستخدم كلمة سر المصفحة المتبادلة تعالوا ننتقل بعد كده التحكم في انسياب البيانات يعني ايه التحكم في انسياب البيانات وهي تقسيم البيانات الى نوعين نوع مصرح الاطلاع بي ونوع غير مصرح الاطلاع بي يعني النوع المصرح الاطلاع عليه عليه اي حد ممكن يخش يطلع عليه النوع الغير مصرح الاطلاع عليه هقسمه هقسمه كذا نقطة هقسمه السري لسري جدا لسري للغاية لمحزور هقسمه سري جدا لسري للغاية لإيه محظور من حد إيه يطلع عليه طب إيه النقطة اللي بعد كده التحكم بواسطة استخدام الشفرة واستخدام الشفرة دي يعني إيه هو بيحول الكلام اللي أنا كتباه من شكل مفهوم لشكل غير مفهوم يعني الحد لو مسك الورقة كده أو دخل على النظام هيلاقي إيه كلام مش مفهوم هو مش عارف يقرأه ده بيتم بواسطة برامج معينة هي بتعمل شفرة للكلام يعني بتحول الكلام من شكل مفهوم لشكل غير إيه مفهوم طب الكرت الشخصي الكرت الشخصي الحاسب لا يعمل إلا بعد قراءة الكرت الإيه الشخصي زي الكرت اللي أنا بستخدمه مع إيه البنوك إيه دلوقتي ما بيخشش إلا ما بيقرأه لي كالإيه الكرت ويتأكد إن انت الشخص اللي انسي إيه صحبة الإيه الكرت ده طيب رابع نقطة وهي وضع خطط لمواجهة الأخطار عند حدوثها أنا طبعا لازم أحط خطط للوضع خطط طبعا لازم أحط إجراءات فنية وإدارية وقانونية لي وابدأ أن أنا أعمل دراسة وتحليل المخاطر اللي عندي وسبب إيه وقحة ولازم أعمل إجراءات لتلافي أثر المخاطر قبل حدوثها يبقى أنا لازم أعمل إجراءات عشان ألحق المخاطر دي قبل ما تحدث بعد ما ألحقها بعد إيه ما تحدث يبقى أنا كده كنت النهاردة اتكلمت عن تأمين مناطق الخدمات وقلنا فيها تأمين المطبخ وتأمين غرفة القهربة وتأمين مخازن الوقود اتكلمت كمان عن إجراءات أو نظام الأمن والحراسة اتكلمت عن تأمين الشخصية الهمة أو أجنحة الشخصية الهمة اتكلمت عن تأمين غرف النزلاء وعرفت إيه ما صغاط التعيين للعملين في غرف النزلاء اتكلمت كمان عن المواقف الطريقة اللي هي ممكن تواجهني أثناء عملي كهوسكيبنج أو في الفندق واتكلمت كمان عن تأمين الحقائب اللي بترد مع النزيل أو بترد مع المجمع مع الأفواج السياحية واتكلمت كمان عن أمن المعلومات وأهداف أمن المعلومات وإزاي إننا خطوات تأمين المعلومات في الحلقة القادمة بإذن الله هنكمل تأمين الاتصال التليفوني وهنتكلم عن موضوعات كتيرة وهنتكلم عن تأمين الحفلات وإن شاء الله ألقاكم على خير في الحلقة القادمة مع أطيب تمنياتي لكل الطلبة والطلبات بالنجاح وتوفيق وإلى اللقاء في الحلقة القادمة